إليح السنوار القابع تحت السابي أرض رسالة من ابن اليهودية أنا ابن اليهودية أقول لك استنى بس استنى أنت متصور أنك تتفاخر بكلمة ابن اليهودية وفاكرني كده هاعدها لك بالسهل المرة اللي فاتت أنا عرفتك أن كلمة ابن اليهودية دي تعتبر شتيمة وبينتلك حجم الخزي والعار في النسب بتاعك كيهودي بحسب كتابك وبحسب إيمانك وبحسب دينك اللي أنت بتؤمن بيه والنهاردة بإذن الله سأخذيك مرة أخرى وأعطيك درسا جديدا في معنى كلمة ابن اليهودية أفي خاي أنت عارف نسل اليهود جاي منين ولا أقول لك اليهود أصلا من نسل النبي اللي يعقوب صح؟ وكتبكم بيقول أن النبي اللي يعقوب كان عنده ابن اسمه يهوذة يهوذة ده خلف ولدين فارس وزارح من واحدة اسمها ثامار النهاردة بقى كده بإذن الله هنحكي لكم قصة ثامار دي بس الأول أثبت لكم من كتاب اليهود أنهم من نسل يهوذة وثامار ده سفر أخبار الأيام الأول اللي بيؤمن به اليهود والنصارى أصاح اتنين بيقول هؤلاء ابنوا إسرائيل رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذة ويالساكر وزابولون ودان ويوسف وبنيامين ونفتالي وجاد وأشير طبعا سيدنا يعقوب هو نفسه إسرائيل يبقى كده أولاد يعقوب 12 اللي هم الأصباط الاثنى عشر وبعد كده ذكر لنا أبناء يهوذة فيقول بنوا يهوذة عير وأنان وشيلة ثم يقول وثامار كنته ولدت له ولدين فارس وزارح كنته يعني زوجة ابنه الكنة هي زوجة الابن فالنهارد قصتنا عن ثامار دي وإزاي يهوذة حماها خلف منها ولدين طبعا طالما خلفت من حماها يبقى ده كده اسمه زنى محارم واليهود من هذا النسل الطاهر الشريف العفيف ركز بقى كده معايا كويس عشان تفهم القصة ماشية إزاي قصة زنى المحارم دي وردت كاملة في سفر التكوين اللي بيؤمن به اليهود والنصارى في الفصل 38 الكتاب بتاعهم بيقول أن يهوذة اتجوز واحدة كان عنية بنت واحد اسمه شوع وخلف منها ثلاث أولاد الأول اسمه عير والتاني اسمه أونان والتالت اسمه شيلة لما عير كبر أبو يهوذة جوزوا لوحدة اسمها ثامار اللي هي بطلة حكايتنا النهاردة وعشان عير ده كان شرير فالرب عمل ايه؟ الرب موته والشريعة اليهودية بتقول أن الأخ لو مات أخوه يتجوز مراته ولما يخلف عيال العيال دول يتسمه باسم أخوه اللي مات ما تسألنيش إزاي أنا مليش دعوة بس كتابهم بيقول كده الشريعة بتاعتهم بتقول كده فعمل ايه؟ يهوذة رح قايل لابن أونان ادخل على امرأة أخيك وتزوج بها وأقم نسلا لأخيك وأونان طبعا عشان عارف أن الناس اللي مش هيكون باسمه فكان لما بيجامع ثامار كان يفسد على الأرض أفسد على الأرض دي معناها أنه هو كما تقول الترجمة العربية المشتركة أنه كان يفري غمانية هو على الأرض فالرب غضب على أونان لما عمل كده فرح مموثه هو كمان طبعا يهوذة قال في نفسه إيه؟ البت ثامار دي كده شكلها وش نحس كل ما جوزها الواحد من عيالي يموت فإيه؟ فكر كده فخاف أنه يجوزها لابنه الثالث شيلة لحسن يموت هو كمان ورح أقين لثامار روحي وقعودي في بيت أبوكي على ما يبني شيلة يكبر شوية وهبقى أجوزك منه في المستقبل إن شاء الله وهنا تبدأ القصة البطولية اللي بتذكرها طورات اليهود عن ثامار بعد فترة من الزمن زوجة يهوذة نفسه ماتت اللي هي بنت شوعدي الكنعانية كل ده وثامار أعدى في بيت أبوها مستنية شيلة يكبر عشان تتجوزه يمكن عشان تخلص عليه يعني في يوم من الأيام يهوذة كان ريح يحلق صوف الغنم بتاعه ولد الحلال بعته الخبر لثامار إن حماكي يهوذة طالع عشان يجز صوف الغنم ثامار رحت عملت إيه شوف الإبداع بقى طبعا هي كانت أرمالة فكانت لبسة ثياب ترمولها فراحت قلع الثياب ترمولها دي ولبست برقع وجلست في مدخر المدينة بحيث إن هي تقابل يهوذة وهو في طريقه عشان يجز الغنم النص بيقول إيه فنظرها يهوذة وحسبها زانية برضو إيه ما تعرفش إزاي وقال لها هاتي أدخل عليك يعني إيه أريد أن أعاشرك كما تقول الترجمة العربية المبسطة ثامار قالت له طيب هتدفع كام مقابل الليلة الحمراء دي قال لها هدفع جدي من قطيع الأغنام بتاعي قالت له طيب بس الغنم مش معاك دلوقتي هنا الديني رهن عشان ما تعرفش تفلت مني قال لها ست ماشي عايزة رهن إيه قالت له ديني العصاية بتاعتك والختم والعصابة اللي انت رابط بها راسك دي اللي هي العمامة يعني وبعد ما اتفعوا على السعر يهوذة عاشر ثامار زوجة ابنه وثامار حبلت منه خلي بالك بقى من القصة الغريبة الرهيبة العجيبة الكيبة دي طبعا يهوذة راجل جدع وقد كلمته فبعد ما زان معاها راح باعت واحد صاحبه بالجدي عشان يدفع تمن الليلة الحمراء بتاعته وبالتالي يسترد العصاية والعمامة والختم فصاحبه راح لنفس المكان اللي هو قال له عليه فملقاش ثامار موجودة فقعد يسأل أهل المنطقة فين الزانية التي كانت تجلسها هنا فأهل الخير قالوله ما فيش زانيات كانوا بيجلسوا هنا والرامي الرجع تاني ليهوذة وقال له أنا ما لقيتش الولية اللي انت زانيت معاها يهوذة بقى يعمل ايه قال له خلاص إذن من حقاها تحتفظ بالرهن اللي معاها وإلا صرنا أضحوكة عايز الناس تضحك علينا وتقول ان احنا ضلالية وأكلتية عايز الناس تاكل وشنا ويقولوا ان الناس دول بيزنوا بس ما بيدفعوش لا احنا أكبر من كده وأنضف من كده وأشرف من كده عيب يعني ولا دنا ولا ضمرنا ولا أخلاقنا تسمح لنا بأكل المر الحرام أبدا شوفوا الأخلاق الراقية يا أخي يهوذة يزني آه لكن يأكل المر الحرام لا أعوذوا بالله كله إلا أكل المر الحرام ده حتى بيجيب الفقر وإيه وده كمان ده مش مر حرام عادي يعني ده فلوس مقابل زنة ومش كمان زنة عادي مش أي حرام يعني ده زنة محارم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم كتابهم بيقول كده كل الكلام ده موجود عندهم المهم هل خلص القصة؟ لا لسه بقى لسه التقيل جاي ورا طبعا عدى ثلاث شهور بعد هذا الفيلم الهندي وبدأت أعراض الحملة تظهر على ثامار فالناس قالوا ليهوذة إلحق مرات ابنك زنة وكمان دي جاي حامل من الزنة فورا بقى يهوذة افتكر الدين وافتكر الأحكام الشرعية وافتكر الحلال والحرام ورح بارم شنب وكده ورح أيل زنة وحامل كمان من الزنة لا أخرجوها فتحرق صراحة بارم شنب ودي من عندنا يعني لزوم الضنامة بتاعت القصة وكده يعني فالمهم لما خرجوا ثامار عشان يحرقوها بالنار بعتت رسالة لحمها يهوذة قالت له شوف كده أنا حامل من صاحب العصاية والختم والعمامة دول فيهوذة لما شاف الحاجات بتاعته فهم اللعبة اللي عملتها ثامار ورح أيل في نفسه ايه هي أبره مني سدق انت فعلا أنضف مني وأحسن مني وأشرف مني والغلطة دي أصلا غلطت أنا عشان أنا اللي غلطان أنا اللي رفضت أن أجوزها من ابن شيلة شوف يا أخي طيب هل بقى خلصت القصة؟ لا لسه بقى الفصل المهم الأخير والخطير والرهيب من هذه القصة لما جي موعد ولاد الثامار اكتشفوا أنها حامل في توأم فواحد منهم خرج إيده الواحد من التوأم دول خرج إيده الأول رحت الداية اللي هي الولادة يعني رحت ربطة على إيده خيط أحمر وقالت أن ده هو اللي خرج الأول وبعدين التاني اللي هو التوأم التاني استغل الفرصة ورح خارج قبل أخوه فسموا التاني فارس والأولاني اللي طلع إيده الأول ده سموه زارح كويس كده؟ طيب ما هو داود حسب كتابكم يا أفخاي جاي من نسل فارس ده كما يقول سفر رعوث وليكن بيتك كبيت فارس الذي ولدته ثامار ليهوذة من النسل الذي يعطيك الرب من هذه الفتاة يعني أفخاي أدرعي من نسل فارس وفارس ده زي ما قلنا أنه أتولد من زن المحارب يعني أفخاي أدرعي من نسل زن المحارب أفخاي جاي من زن ثامار مع حماها يهوذة اللي هو المفترض ابن النبي يعقوب خلي بالك يهوذة ده المفترض أنه هو أبو نبي اللي هو سيدنا يعقوب عليه السلام وجده كمان نبي اللي هو سيدنا إسحاق عليه السلام وأبو جده كمان نبي اللي هو سيدنا إبراهيم عليه السلام وهي دي أخلاقه متخيل أبوه وجده وجد أبوه أمبياء ومع ذلك بيزني عادي وبيزني كمان مع زوجة ابنه بدون أي مشاكل ما عندهش مشاكل أنا على يقين أن كتير من الناس اللي بيسمعوا كلام ده الأول مرة فحياتهم دلوقتي مصدومين خلي بالك يا جماعة الكلام ده موجود في كتب اليهود والنصارى يعني هو ده كتبهم وهو ده إيمانهم وهي ده عقدتهم إحنا ما بنفتريش عليهم هو ده نسبهم اللي هم بيفتخروا بيه هو طلع بيقول أنا ابن اليهودية طيب ما هو ده نسبك اللي موجود في كتابك أنا مش جايب حرف واحد من عندي يا جماعة ده كتبهم اللي هم بيؤمنوا بيه هو اللي بيقول الكلام ده طيب ما فيش ده أقول إن إحنا كمسلمين بنرفض كل الأكاذيب التي افتراها بنوا إسرائيل على أنبياء الله عليهم صلواته الله وسلامه بس أنا لازم أسمعكم الكلام ده عشان تعرفوا قيمة الإسلام العظيم الذي نؤمن به النهاردة أنتوا بتعرفوا الأديان التانية فيها إيه والأديان دي مليئة بالجاهلية زي ما حضرتكم سمعته عشان لما تعرف الجاهلية هتشعر فعلا بقيمة الإسلام وهتحمد ربنا على نعمة الإسلام اللي أنت عايش فيها عشان وإنت قاعد كده إيه على النت ما يطلعش أبو عبايدة يقول لك يا ابن اليهودية آه افهم الدنيا ماشي إزاي وعشان وإنت ماشي بالشرع كده محدش يقابلك ويقول لك يا ابن اليهودية ونقول أتتوعدنا بما ننتظر يا ابن اليهودية اعرف قيمة الإسلام كويس جدا وإحمد ربنا على النعمة الكبيرة اللي أنت عايش فيها كمسلم طيب أنا عندي بقى شوية أسئلة مهمة جدا وصغننة جدا قد كده هو عايز أقولها لأفخي وأتمنى فعلا أنه هو يجاوبنا عليهم دلوقات يهودة زنى مع مرات ابنه من غير ما تكشفوا الشاه حسب ما بيقول كتابكم فسؤالي لأفخي أدروعي جدتك ثامار اللي هي اليهودية لما كانت بتزني بحسب ما جاء في كتبكم لماذا لم تكشف وجهها؟ هل كشف وجه المرأة أثناء الزنى عندكم حرام؟ سبحان الله كشف الوجه أثناء الزنى حرام لكن زنى المحارم نفسه ده شيء عادي والعجب أن يهودة نفسه بحسب القصة دي تتكلم معها كتير جدا ومع ذلك ما عرفش إن اللي هو بيزني معها دي زوجة ابنه ما تفهمش إزاي ثم سؤال التاني لأفخي أدروعي هل هذه جدتك التي تفتخر بها علينا يا أفخي؟ حينما تقف أمام الكاميرا وتفتخر إنك ابن اليهودية هل ده تاريخ ونسب يفتخر به إنسان عاقل؟ أي إنسان عاقل لو كان مكانك كان هيضع رأسه في التراب مش يطلع يفتخر ويتشامخ أمام الناس طيب لماذا يا إخوة لا يحق الأفخي أدروعي أن يفتخر بهذا النسب غير الشريف؟ بابا النصارى شنودة المفترض أن ده رجل مسيحي ومؤمن بنفس الكتاب فجاله سؤال خطير جدا عن سبب وجود النساء الخاطئات الزانيات في نسب المسيح بحسب إيمان النصارى برضو كل ده يا جماعة أمم اللي بيؤمنوا بالكلام ده أنا مجرد ناقل تمام؟ فبيقول إن السبب إن المسيح أراد أن يفتل تشامخ اليهود الذين يفتخرون بأجدادهم فأظهر لهم كيف أن أجدادهم قد أخطأوا فيهوذا زنى مع ثامار أرمالة ابنه وأنجب منها فارس وزارح وداود سقط في الزنى مع امرأة أورية الحثي وبوعز الجد الكبير لداود أنجبه سلمون من راحاب الزانية فلا داعي إذن للإفتخار فلا داعي إذن للإفتخار فإزاي أفيخاي بتفتخر بنسبك إن أنت ابن اليهودية ونسبك ده أصلا لا يدعو للإفتخار بل المفسر المسيحي وليام باركلي بيقول إن أسماء هؤلاء النساء المذكورات في نسب اليهود أسماء لا تشرف كثيرا ويقول إن هذا النسب مليء بالخزي والعار فكيف يقف أفيخاي مفتخرا أمام الكاميرا بأنه ابن اليهودية أنت المفروض تحط رأسك في الطين مش تتفاخر على الناس مفترض تحط رأسك في الطين أنت اللي زيك بالمفروض ما يرفعش رأسه أبدا طول حياته نسبك خلاص عرفناه وشوفناه وأجدادك كانوا وثنيين كانوا بيعبدوا الأصنام وعبدوا البعليم وعشتاروث ومولك وغيرها من الأوثان والأصنام من دون الله سبحانه وتعالى أجدادك كانوا إرهابيين قاتل الأطفال والردع والنساء وكبار السن وإنت النهاردة برضو بتعمل نفس اللي عملوا أجدادك في تاريخهم الأسود وبتقتل الأطفال والنساء وكبار السن بتفتخر على إيه أزعر؟ بتفتخر بإيه أزعر؟ أوعس معك تاني بتفتخر أنك ابن اليهودية وإلا هطلع أعصرك ونزل منك أدارع صغيرين تمام؟ أوعس معك بتفتخر تاني إن شاء الله كمان في الحلقة اللي جاية بإذن الله هحكي لكم قصة راحاب جدة أفيخاي وجدة كل اليهود راحاب اللي التوراة بتسميها راحاب الزانية دي جدة أفيخاي أدروعي اللي هو بيفتخر بيه وبيقول أنا ابن اليهودية لا تنسوا نشر الحلقة على فيسبوك وتويتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته